فكرة يا بلدي وقت الثورة وقت ملاقف كسرك صغرة فكرة الهبرة يوم هنا قلت فيك قصيدة قلت عليك ان انت بعيدة فقربيلي حس بيا وبالليفيا لما صبحي يبقى ليلي عم صبحي وعم عبدو وعم نوح قاعدين يعدوا في لقمة ناشفة من زمان اي نعم ما فيه السنان بس مضطرين عشان لازم يكلوا لو حتى دقة لازم يكلوا لو حتى طقة ايه يعني لقمة ناشفة لا وقطرة وقالوا لأ عارفة مثلا عن منوح من يوم متولد مجروح عشته موتة وطافح الكوتة عشان اللح لوح بس برضو عمدت ملح نفسه يعيش فوق فوق عالسطوح اصلا مقضيها نوم في الشارع والكلابها دايما بي سارع طبعا انت مش حاسة بيه عم ينوح ده يعني ايه هو زيه زيه غيره ادخس حتى من الجنيه ده لما صغري وفي مدرستي علموني من ارفع علمك يا ما كتبت بقلمي بحبك كتبت ايه انت بقلمك مستنية ايه علشان تيجي عني وتشيلي قربيلي حس بيه وباللي فيه لما صبح يبقى ليلي قربيلي فكرة يا بلدي قربيلي فكرة الصورة كم واحد علشانك مات من اجلك هانوا الاعداد قلنا جهاد ووقتها قلنا احنا واحنا قبنا بصورة وبيها نجحنا قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة ريح عمين ريح الحين شكله كمين ها وبعدين انتخابات انتخابات حس كشاعر حس بتيتة مش محتاجة اقراله جريدة روحت انا اقايل فيك قصيدة فكرة يا بلدي الشفشق شفت انا شفشق مش شفشق مش شفشيق اسمع اقولك ايه يا شقيق شفت انا شفشق مش شفشيق نص المرسي ونص شفيق والشفشق كان شكله ازاس نوع رقيق من الحساس واع الشفشق ام متكسر كده باز شكله وراح المنظر ليش اقاود شفشق بيهزر شفشق ما فوخ كان بلون بطنه تشيق يجي ميت مليون واما وقع الشفشق ذاته حلفه وقاله مستايبينه نازم نديله على عينه امو دقينه بيد الهون علشان يتحول فتافيت يفرحوا بقى يا ولاد التيت وعشان الشفشق يتصلح لازم يتحضر عفريت فكرة يا بلدي قصدت الشفشق فكرة ايه حصل بعديها عارف يا بلدي مش بعديها وجه بعديها ولسه فيها برضو فساد هو يا بلدي انهي بلد مفيهاش اوغات هو يا بلدي انهي بلد مفيهاش شحات ليه نسمع لكلام خواجات ليه نمسك في السلبيات هو بلدنا زي الاول في الاعداد هو احنا لوحدنا يعني الغلزات ايش معنى مصر بالذات ليه لما بيبني ويعمر ما نقولش فيه انجازات عملك شفت ارض طرحت بدون سمات احنا السمات المشكلة فينا من غير اي انفق او تطبير منفع زمتك عنده هرام او حتى النير كل جماد في جماده جماد بس الجيل مش نفس الجيل بس الجيل مش نفس الجيل المشكلة فينا المشكلة فينا حط العلم جو مدينة وحط الجهل جو مدينة تعرف ان المشكلة فينا احنا اللي بندرابها تناقش عايزين بس نلاقي خشخاش عرفوا المصري بالبكاش الغشاش عايز كاش لكن ببلاش ده نباش اسنين امتى ستين ارتاحلي بقى واقوضلي معاش قاسف لو بغلط شوية مش احسن ما بقى بوشين عايزين تمسكوا حاجة عليا ايوانا يلتخ وف حرف الشيل صدقني المشكلة فينا مهما قابلنا في الدنيا امور مهما قابلنا في الدنيا امور كل واحد على الارض له دور تزرع تحصد تركن هتبور فما تبقاش دور واطلع للنور تصدقني المشكلة فينا ونكالع الهبت وطافح كبت افتكر انك مخلوق في الكبت في العالم دي اعتبر طريق عيشها بربك مجدائي محمد مجدائي محمد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة